نفي الخلاف هو مكابرة غير حقيقية يقصد الخلاف ما بين العصائب ودولة القانون لا عفوا يجب ان يكون دقيقين اثنين شخ حيدر واشقال الرجال حتى نحمل الموضوع كل هذه الهالة الاعلامية عادي شن المشكلة اذا وجه ملاحظات او حتى انتقادات السيد المالكي زعامة عراقية انا من الناس من 15 سننتقده ما اعتقد هو زعل وما اعتقد هو فديوم رفع علينا دعوة عكس الزعامات الاخرى اللي بعدك ما ذاكر اسمه يرفع عليك دعوة حقيقة يتقبل السيد المالكي ليش يجي صار ويعلى التركي لا رفعنا دعوة ولا تكلمنا ولا اكو رد من دولة القانون لم يكن هناك رد يعني انتهمنا بانه وجود البعثية في دولة القانون ودولة القانون هي من من تحمل التلعب الكبير ولا زالت تتحمل من حزب البعث وما واذناب حزب البعث على مدار سنوات طويلة لم نرد على هذا الكلام ولم نرد على كثير من الامور التي قد يتهجن بها اطراف كثير علينا مرات نواجه الكلام بالوجه يعني لكن لا نرد كون انه نحن نعتبر آباء العملية السياسية والعملية السياسية تحتاج الى حنكة منه آباء العملية السياسية شيخ حيدر دولة القانون لو الاطار التنسيقي الآباء العملية السياسية كل الاطراف التي كانت تقاوم النظام السابق حزب الدعوة ولا المجلس الاعلى ولا البارتي ولا اليكتي ولا التيار الصدري عندما كان مقاوما بالداخل بقوة آية الله العظمى المرجعي الشهيد محمد محمد صادق صدر المكون السني هنا هم ابناء اذا تتحدث عن الكرد والشيعة آباء السنة ابناء لا مو بالشرط ان يكونون ابناء بقدر ان يكون شركاء لا انا اقول مرة انهم شركاء شركاء بالعملية السياسية شركاء بالوطن لكن ليس من الممكن ان تجعل من تقدم في مصطف البارتي في العملية السياسية ومقاومة ومقارعة النظام السابق وليس من الممكن ان تضعه في مقام حزب الدعوة الاسلامية او المجلس الاعلى هذا قياس مع الفارق كما اقول هؤلاء هم آباء العملية السياسية واقعا هم آباء العملية السياسية وليس من الممكن ان يأتي شخصا ينكر ذلك طيب فآباء العملية السياسية عليهم ان يمضون بها الى الامام